بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتكلم مع بعض يا جماعة عن اللوجيكال اوبريتورز اللي هي المفروض مش جديدة عليكم. اتكلمنا عنها في كورس بيتش بي. واتكلمنا عنها في لغات البرمجة كلها. كله موجود في اللوجيكال اوبريتورز. ايه هما اللوجيكال اوبريتورز? عندنا الاند. تكتب اند او علامتين اند بالشكل ده. عندنا النوت. وبتتكتب بالشكل ده النوت او علامة التعجب. عندنا الور. تكتب اتنين او كلمة وعندنا الاند يا جماعة معروفة من قديم الاسد. تطلب مني زائد مطلوب مني شارتين عشان الموضوع يمشي. هدخل هنا اقوله نجمة 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 لايك. عايز اقوله الاسم بي انتهي بكلمة سامة. سامة دي هيطلع لي اسامة زي ما انتم عارفين. وهروح اقول له اند واتديره الشارت التاني. ايه هو الشارت التاني? ان النمبر كمان يكون اكبر من مية. هل في نمبر عندي اكبر من مية? مفيش. اقول له جو مش هيجيب لي حاجة. لازم الشارتين يتحققوا. طب جميل. لو جيت قلت له رقم اكبر من عشرة. هل هيجيب لي حاجة? برضو مش هيجيب لي حاجة. عارفين ليه? عشان بتاع اسامة رقم واحد. فلو غيرت انا في الاستعنام هنا وجيت قلت له المرة دي اصغر من عشرة. هل في اسم عندك في ينتهي بكلمة سامة والنمبر بتاعه اصغر من عشرة? تعلموا بص كده. اهو. في اسامة اهو والنمبر بتاعه اصغر من عشرة مزبوطة. وان فقد يطلع لي هنا اسامة. ادي يا جماعة. ببساطة الان. لازم يتحققوا. الاول والتاني. لازم الاتنين يتحققوا. طيب. نوت دي عكس نيجاتيف على طول. هكتب عليها نيجاتيف. بتعكسلك اللي انت بتعمله. ازاي بتعكس لها بعمله? انا اقول تلو سيليك نجمة. فرون تراي. وير نيم لايك اسامة. هيجيب لي اسامة بس زيون شايفين. طب لو قلت له وير نوت. نفي. نفيت اللي استعلقه. قلت له النوت. اننيم لايك اسامة ده النوت. انا عايز عكسه. هيجيب لي كل الناس مع عدى اسامة. كل الناس اهو مع عدى اسامة. ودي النوت باختصار شديد ما فيهاش اي مشكلة. بالنسبة للأول. الأول بقى مختلفة عن الاند. الاند احنا قلنا فيها ايه? الاند يا جماعة قلنا زائد كونديشن. لا. هنا بقى كونديشن يعني مش شرط الاتنين. لا مش شرط. اما ده او ده. طب حلو. نبدأ بالاستعلام الاولين. وهقول له number اكبر من ميل. هنشوف الاستعلام ده هيعملين ايه? انا قلت وسلك نجمة from try or name like سامة. or number اكبر من ميل. مفيش number اكبر من ميل. فالكونديشن التاني ده مالوش اي لازمة. الاولاني ده في اسم ينتهي بسامة. اه فيه. هيطلع اهولي. اهو. طيب. لو جيت عند الاستعلام التاني. وقلت له الاسم اكبر من عشرة. فيه number اكبر من عشرة. فيه number اكبر من عشرة. اهو. جاب لي number الاكبر من عشرة. وجاب لي كمان الاسم اللي بينتهي بسامة. يعني الشرطين اتحققوا. الشرطين جاب لي الاتنين. لكن عند التنفيذ هو المشكلة بيطلب منك واحد منهم يكون صح. لو الاتنين صح عادي. وده الفرق اللي بين او وبين اكس او. لو الشارتين اتحققوا جميل جدا. هيقولك عدك العيب الشارتين اتحققوا. وجاب لي الشارتين. جاب لي الاسم اللي اخلوا سامة. وجاب لي number اللي اكبر من عشرة. ولو جيت اوتيرو اصغر من عشرة. هيجاب لي اسماية اكتر واكتر شايفين. كل الاسماء اللي اصغر من عشرة والاسماء اللي بتنتهي بسامة معهم. يعني الشرطين يتحققوا وجاب لي الاتنين. لكن موضوع مختلف. نفس ده بالزبط اهو طبعا هيجيب لك نتاج غريبة لانه هو مش فاهم انت عايز ايه. مختلف. هنكتبه هنا كده بطريقة جميلة. الاولاني تاني. صح? طيب هنسمي ايه وده هنسميه بي كوندشن. نفس القصة هنا ده هنسميه ايه كوندشن زائد بي كوندشن. هنا بقى الاكس اول. الاكس اول عبارة عن حكتين. الا كوندشن. and not بي كوندشن. يعني الشرط الاول يتحقق والتاني لا. اول عكس. بصمعية اول عكس. بي كوندشن يتحقق. and not ايه كوندشن. يا ده يا ده. لازم شرط من الاتنين بيتحققه. طيب. لو انا جيت قلت له نمبر اكبر من مية. في نمبر اكبر من مية? مفيش. طب في اسم اخر وسامة? اه في. هيجاب لي الاسم اللي اخر وسامة شايفين? وسامة. طب نعكس الموضوع. اقول له الباترن بتاعي يكون بالشكل ده. في اسم فيه الاكسات دي كلها? مفيش. في رقم اكبر من مية? مفيش. ما جاب ليش اي حاجة. لو جيت تاني. وخليت الاكبر من مية دي تبقى اكبر من عشرة بس. ادي شرط اتحقق اهو. والتاني لا. كده هيطلع لي النتيجة. اللي هي الناس اللي اكبر من العشرة كلهم. نفس الموضوع. لو خليتها اصغل من عشرة برضو نفس القصة. هيجيب لي الشرط التاني والاولاني مش هيتحقق. كل يا جماعة. الفرق بين العشان ما حدش يتلقبط فيها. يعني البساطة يعني حقق للشرط الاولاني والتاني لا. او تحقق للتاني والاولاني لا. انما الاولاني او التاني. او الاتنين مع بعض. يعني ممكن نكتب هنا او الاتنين. يعني فيها خيار او او او. ده او ده. يعني او هي بتخيرك. انما ده لا. ده يقول لك الاول زائد التاني. لازم. ده الاول او التاني او الاتنين. واضح وبسيط. ده الاول والتاني لا. او التاني والاول لا. بصوا يا جماعة واضحين وبصاد جدا. النوت عكس. الحاجة انت بتختارها تعمل لها عكسها على طول. وهي دي يا جماعة يا رب يا جماعة تكون بسيطة وسهلة عليكم. ما فيهاش اي مشكلة. شوفكم ان شاء الله في دارس جديد. وشكرا.